بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في دراسة لوكالة ناسا أجريت بالأقمار الاصطناعية على منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية تبين أن مساكن عاد تقع في مدينة تدعى أوبار هذه المدينة طمرتها الرمال بعد أن كانت مليئة بجنات وبساتين خضراء وملئة بالأنهار والينابيع والعيون وذلك قبل أكثر من خمسة ألاب سنة وقد تحولت هذه المنطقة إلى صحراء قاحلة بسبب التغير المناخي ودورة المناخ هذه المنطقة ذكرها القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا مع العلم أن وكالة ناسا لم تكتشف هذه المنطقة إلا في أواخر القرن العشرين لقد حذر سيدنا هود عليه السلام قبيلته عاد من عذاب الله وذكرهم بنعمة الله عليهم وهي الينابيع والجنات والبساتين التي من الله عليهم بها قال تعالى وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ والسؤال كيف علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أماكن عاد كانت جنات وعيون لا نملك إلا أن نقول سبحان الله